السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلو وسلم وبركة على سيدنا محمد وعليه وصحاب الغر المايمين سيكم يا سنول عددي عاملين يا رب تكون بخير النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض لسنينز 5 و 6 هناخد الدرسين 5 و 6 في الواحدة التانية وبكذا هنبقى خلصنا الواحدة التانية الحمد لله ان شاء الله بقى الفيديو اللي بعد ده هيكون فيديو حل على الواحدة التانية كلها ممكن ينزلكم بكرة بإذن الله فتعالوا نبدأ بنقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول هنقرب بقى الكاميرا ونبدأ نشرح اول حاجة عندنا العنوان لسنز 5 و 6 هتلاقيه في الستيودنت بوك صفحة 19 و 20 وفي الورك بوك 83 و 84 نبدأ مع بعض ونقرأ الكلمات اول حاجة عندنا كلمة مشروع يعني رسالة خلي بالكم ان المقطع ده اللي هو اي جي اي انا ما بقولش اي ج لا بقول اي ج خلاص يعني بحط حرف دي هنا قبل جي في النط تمام فبقول خلاص يبقى اسمها طيب الصف الدراسي اسمه يرتدي اللي هو بيلبس الهدوم يعني اسمها تمام والاتنين لازم يجوا مع بعض يعني يعني نقاط اريو ان prep 1 قاله في سنة اولى يبقى هيقوله انت في سنة كام اي صف الدراس اللي انت فيه يبقى what grade تمام قال لي sent me to tell me about the meeting عالي يبقى درسالة عشان يقول لي على الميتن الميتن اللي هو الاجتماع خلاص فهيبقى لي اي يبقى كده هيبقى بابا بيشتغل في ايه في الودي الجديد يبقى كده بيشتغل في project يعني مشروع حسن حسن بيعمل ايه لزي المدرسة الساعة ساعة الصبح يعني بيرتدي تمام طيب بعد كده عندنا كلمات لازم 5 عندنا هم كلمتين بس في الدرس الخامس عندنا اللغة الفرنسية او فرنسي الجنسية بنقول عليها فرنس 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 طيب الى حد بما اسمها quite 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 طيب عندنا كلمات الدرس السادس عندنا كلمة اعدادي او المرحلة الاعدادية اسمها preparatory 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 وبنقتصرها في prep تمام وجبة العشاء dinner dinner طيب اشياء او اصناف items 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 يفصل يعني separate 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 يرد او رد reply 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 بعد كده عندنا عالم يعني flag 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 بعد كده تصرفات الافعال عندنا فعل واحد بس هو wake up, woke up, woken up و الديفنيشنز برضو تعرف واحد بس هو الايميل a simple message sent through the internet يعني رسائلة بسيطة بنبعتها عن طريق الايه الانترنت من خلال الانترنت يبقى لما لقي message ولقي انترنت يبقى ذا على طول الايميل خلاص كلمات سهلة جدا 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 والدرس كله سهل وبسيط مفوش حاجة صعبة نيجي بقى الكلمة ومعناها وعكسها عندنا كلمة put on هي هي weird والعكس take off take off come reach get leave correct right incorrect طيب بعد كده الصوفيكس والبرفكس اللي وي بتكون صفة على طول زي كلمة friend يبقى friendly طيب الان تدي العكس زي unfriendly unhappy unkind وهكذا طيب تعالوا نحل على الكلام ده بيقول we are the suffix to form the adjective from the word friend احنا عايزين adjective صفة يبقى هقول ايه الوي friendly the perfect gives the opposite of friendly البرفكس اللي يدي عكس كلمة friendly هتبقى on the antonym of the word come is عكس كلمة come يأتي يبقى عكسها هيغادر يعني leave the synonym of the word correct is نفس معنى كلمة correct وصحيح يبقى هي هي right برضو صحيح i put on my school uniform at seven a.m. the word put on means تعني معناها كلمة يرتدي هي هي ايه يبقى we're يلبس تمام؟ طيب نيجي هنا بقى للجونرال نوتس عندنا كلمة very quite الفرق ما بين الاتنين دول الاتنين دول بيوضحوا بس الدرجة في المستوى يعني لما اقولك انا فرحان جدا 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 غير لما اقولك انا فرحان يعني الى حد ما تمام؟ يبقى very اكتر شوية لكن quite الى حد ما خلاص؟ طيب لما نقول مثلا كلمة bad at يعني سيئ في not good at هي هي quite bad at يعني سيئ الى حد ما يعني مش وحش تمام؟ not very good at not bad at quite good at good at good at very good at تمام؟ يبقى very بتديني معنى كبير شوية quite الى حد ما اقل منها في الدرجة بس كده good for good at مهمين good for يعني مفيد لي زي هام نقول مثلا milk is good for our bones اللبن مفيد للعظم لكن good at بيجيورها الفعل يفعي انجي BUT مداخدها وحنا صغيرين he is good for English أو reading او لا اه أه اه أه هنا في weigh غلطة هي good at مش good for اهي يبقى هنقول she is good at English او she is good at reading English خلاص يبقى احنا كده امس عرفنا الفرق ما بين جود فور و جود ات جود فور يعني مفيد ليه لما نقولك مثلا الخضار مفيد لو سحيتنا يبقى جود فور لكن انا شاطر في الانجليزي انا شاطر في الفرنساوي انا شاطر في الجيمناستيكس تمام انا شاطر مثلا في الماثماتيكس في الرياضة يبقى كلمة جود ات خلاص طيب تعالوا نشوف كويت وكويت كويت يعني هادي الفرق ما بينهم ان انت بتطلع حرف الاي برة ومرة تدخلوا جوه لو الاي جوه باسمها كويت كويت يعني كام يعني هادي تمام اما كويت يعني الى حد ما وبيقى وراها صفة او ظرف تعالوا نشوف كده بيقول ازا فيليج اس كويت القرية هادئة تمام لكن كويت هي اس كويت جود ات ماسي يعني هو شاطر في الرياضة الى حد ما تمام حرف واحد بس يغير لي معنى الكلمة خالص بعد كده عندنا الimportant expressions and prepositions ودي هنقراها مع بعض ان شاء الله تعالوا بقى نقراها مع بعض ونشوف عندنا هنا ال skills reading and listening هنبدأ باللسنجة بالاتنين اللي نصحب دول ايه وليلة وهنبدأ نقرا مع بعض ونترجم there is a bell what subject have we got next let's look at the timetable we have got computer studies next in the hall oh yeah computer studies i'm not very good at computer studies i love it it's my favorite what's your favorite subject am i like science and languages are you good at languages i'm quite good at english and i'm not bad at french who is our teacher english teacher this year it's mrs a man oh good she is really friendly when have we got english it's after break what time is break it's from quarter past ten to half past ten let's meet in the playground and go to the library okay بتقول لها ايه بقى بتقول لها ده الجرس فبتقول لها ايه المادة اللي عندنا بعد كده ايتلاها خلينا مبص في الايه في الجدول فايتلاها عندنا الحاسب الالي وده هناخده في الهول فايتلاها هوريا هوريا ده صوت بيعبر عن الفرح لما بيكون فرحان فبقول هوريا تمام طيب بعد كده قلت لها الحاسب الالي ده انا من الشطرة في الحاسب الالي فايتلاها انا بحبه ده المادة المفضلة خد لي بقى خط تحت دي ما هي مادتك المفضلة خلي بالك عشان مهمة جدا ما هي مادتك المفضلة عشان بتيجي كتير جدا جدا في المحادسة طيب لها بص بقى الرد بتاعها خلاص وبتكتب اي مادة او اي مادتين انت بتحبهم تقول كزا تمام فقالت لها انا بحب العلم واللغات فسألتها هل انت شطرة في اللغات قلت لها شطرة الى حد ما في الانجليزي ومش وحشة في الفرنساوي فبتقول لها مين مدرس الانجليزي بتاعنا السادي فايتلاها مس امل او امال بتقول لها اي جاميل ده هي ودودة وبتقول لها امتى هنقتل انجليزي قلت لها بعد الفسحة فايتلاها امتى الفسحة فقالت من الساعة عشرة ورابع الى عشرة ونص فبتقول لها يلا نتقابل في الملعب وبعدين نروح المكتبة فايتلاها اوكي تمام طيب تعالوا نشوف الصفحة اللي جنبيها ريدن المحادسة هنا ما بين حاتم وحازم بيقول لها اي اللي احنا قلنا عليها مهمة جدا قال له اي لايك انجليزي اي ما ادتك المفضلة يا حازم قال له ايحب الانجليزي هوا اي مدرسة الانجليزي بتاعنا خلي بالك هو يعني مان ودي بنيسال بيها عن العاكل فبيقول له ايه ميسس ايمان هتكون مس ايمان she is a good teacher when have we got English we have it today after breaks and we have mass good I like mass are you good at mass I'm quite good at mass I'm not bad at science too yes you are good at science what time is break now let's go to the playground طبعا الbreak دائما بيكون في البليجرون ولت لازم يقوارها مصدر نفس الكلام اللي قلناه في المحاجسة اللي فاتت تعالوا بقى للمهم النهاردة هو a day in my life يوم في حياتي خلي بالك انه هو زي typical day أو daily routine اللي هو الروتين اليوم بتاع أو typical day اللي هو اليوم النمطي اللي أنا بعمله كل يوم فهنا بيقول amira is from Egypt amira من مصر بيسألها بقى وهي بترد على الإجابات على الأسئلة how old are you يعني ايه how old are you كم عمرك كلين عارفينها and where are you from من أين أنت خلاص انت منين قالت له am 12 years old ده الرد بتاع السالي الأولاني عمتها 12 سنة and I'm from Horgada وأنا من الغرداء what subjects do you like ايه المواد اللي بتحبيها this year I'm in preparatory one at school my favorite subjects are science computer studies and math we have science and math in the first listing every day but we only have computer studies on Wednesday I like music but I'm not very good at it بتقول له أنا هو بيقول لها المواد اللي بتحبيها قلت له السنة دي أنا سنقوله عدادي في المدرسة ومواد المفضلة هي العلوم والحسب القالي والرياضة بتقول عندنا علوم ورياضة في أول حساس في كل يوم أول حساتين في كل يوم وبتقول إن إحنا عندنا آآ حسب قالي بس يوم الأربعة وكمان أنا بحب الموسيقى بس مش شطرة فيها قوي تمام؟ طيب سألها سؤال تاني اللي دايما بتعملي بعد المدرسة I sometimes read or watch TV I always do my work before I have dinner After dinner I usually have a shower and read my book in bed What time do you wake up and go to bed بتقوله بقى أنا أحيانا بقى رأى وبس مع التلفزيون وبتقوله أنا دايما بعمل وقت بتاعي قبل العشاء وبعد العشاء بتاخد شابر وبعدين بتقرر الكتاب بتحوية في السرير وبعدين بقى بتسأله وإيه الوقت اللي بتستيقص فيه وبتزهب فيه للنوم تمام؟ طيب تعالوا نشوف هنا بيتكلم على إيجاب والصورة دي خلص أخير حاجة في القراءة معنا وهنبدأ نحل بيقول إيه هاي نجوة How are you كيف حالك We wanted to know what my parents do at the weekend بتقول لها You want to know وإنت عايز تتعرفي إيه اللي الاب والأم بيعملوا في نهاية الأسبوع My father works with computers خلي بالك كلمة works with يعني يعمل بي أو يعمل في أو بيشتغل بكذا مثلا يبقى قلت لها بابا بيشتغل في الكمبيوترات My mother is a teacher بابا وأمي مدرسة My dad never works at the weekend وبابا أبدا مش بيشتغل في الأجازة What's the time But my mom looks at students homework لكن مما ساعد بتبص لإيه للواجب بتاع الأطفال أو الطلاب We often go shopping إحنا دايما بالنسب للتصوك When it's not very hot لما بيكونش الجوحر ويتجلق بالروح الحديقة وبعدين قالت My brother always plays the football when we go there ودايما الأخوية بيلعب كرة قدم لما بالروح هناك He is very good at football هو شطر في كرة القدم What about you يعني ماذا عنك خلاص What do you do at the weekend بتعمل ايه في الweek-end وكتبت best wishes يعني أطيب الأمنيات وكتبت اسمها تحت نسمة تمام بس كده الدرس بتاعنا خلص هنبدأ نحل على الكلمات اللي احنا أرناها والإراءة والاستماع اللي احنا أرناها مع بعض أول حاجة بيقول I sent an oath to my cousin on his birthday أنا بعت ايه اللي بنعم فعيد ميلاده يبقى كدها بعته message رسالة The high dam ايه هو ال high dam السد العالي خلاص high dam ال high dam اسمه اللي هو السد العالي It's very important ايه يبقى project هو مشروع People in my school must own their school uniform everyday ايه هو اللي بيجو وراها دايما on يبقى pot و لازم عندي uniform يبقى نهالبسه يبقى pot on طيب what not are you in I'm in preparatory one انا في قول عداد يبقى بيسأله على grade تمام طيب تعال نشوف كده مع بعض النحية التانية هنا بيقول Are you not at computer studies No I am not bad قال له هل انت مش عارف ايه في الحاسب القالي قال له لا انا مش وحش في يبقى هيقوله هل انت سيء في فهيقوله لا انا مش سيء في طيب can you not at me the time please ممكن تقولي الوقت يبقى can you tell me تغبرني او تقولي يعني my brother is short for a a basketball player بيقول اخويا هو وصير لحد ما كلعيب ويقول سلة يبقى قويت كلمة لحد ما ونه قويت we often not shopping احنا ونه اي اي اكتيفتي في ing يبقى على طول ياخذ الverb الفطر والغداء والاي يبقى كده الدينر والميل هنا معناها وقبات خلاص طيب i asked my friend but he didn't يبقى reply هو انا سألته هو ما ردش تمام he is 14 years old so he goes to a not school هو 14 سنة يبقى هيروح لمدرسة ايه يبقى كده preparatory we all like dr. amin because he is kind and يبقى friendly a or an is a simple message sent through the internet احنا قلنا الرسالة وفي internet يبقى دي على طول الاميل he work is not computers he is a computer engineer احنا قلنا بيشتغل في الكمبيوترات يبقى work with i usually finish an email with انا بن هي الاميل يبقى بكتب ايه best wishes لكن لو قال لك start فهنقول hello او hi او dear تمام i like music but i'm not very good not at it يبقى very good at انا مش شاطر فيها خلاص كده يا ولاد كده نبقى خلصنا الحل على الدرس خمسة وستة انشاء الله بقى الفيديو الجاه هيكون حل على الوحدة التانية كلها واي حاجة ساقبانها في الوحدة التانية حل يعني هنبدأ نحله في الفيديو الجاه بإذن الرحمن اتمنى الفيديو يكون سهل وغسيت عليكم وستفدتم منه ولو عايزين اي حاجة اكتبوه في الكومنتات واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وارلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو